تركز الدولة على تطبيق سياسات وخطط حكيمة لتعزز من استخدام المياه بكفاءة مع العمل على تنمية الموارد المائية وأتزمناً مع ذلك تتطلع الدولة نحو تحقيق استدامة في قطاع الموارد المائية فضلاً عن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة برنامج الحكومة الجديدة الذي ينطلق تحت شعار معاً نبني مستقبلاً مستداماً يأتي ضمن أولوياته حماية أمن مصر المائي وعدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل والعمل على تقليل الفاقد من المياه وترشيد استهلاكها وتركز الدولة على تطبيق سياسات وخطط حكيمة لتعزز من استخدام المياه بكفاءة مع العمل على تنمية الموارد المائية عبر حمايتها من التلوث وتعزيز الإدارة والحوكمة المائية وتمكين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الريل واستدامة قطاع الموارد المائية وتعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل وفقاً للقواعد التعاونية التي يكرسها القانون الدولي إلى جانب مجابهة التوجهات الأحادية فيما يخص ملف سد النخضة وتستهدف الدولة من هذه المسارات ضمان توفر المياه للأجيال المقبلة والحفاظ على مستقبل مستدام في الوقت نفسه تؤمن مصر بأهمية البحث العلمي والتعاون الدولي كركائز أساسية لمواجهة التحديات المائية ومن أجل ذلك تعزز مصر جهودها في هذا المجال من خلال دعم الابتكار وتبني حزمة من الإجراءات لتشجيع الأبحاث العلمية المتعلقة بالأمن المائي وتبادل الخبرات مع الدول والمنظمات العالمية تزامناً مع ذلك تتطلع الدولة نحو تحقيق استدامة في قطاع الموارد المائية فضلاً عن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتطبيق نظم إدارة فعالة للجفاف والفيضانات من خلال تطوير منظومة ضخ المياه بالطاقة الشمسية في الري الزراعي